تعريف مصطلح المعتقل الحلقة الثامنة والخمسون من سلسلة دليل مصطلحة ثورة التحرير الجزائرية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأفكر مصدر أو مرجع المعلومات الثامنة والخمسون المعتقل هو المتان الذي تانى الفرنسيون يعتقلون فيه الوطنيين وتانى الشعب الجزائري أيام الثورة التحريرية يستعمل المعتقل مرادفا للفظ السجن والحبس وتانى السجن تانى يطلق على المتانى المدعفين مجرمون واللصوص أما المعتقل فقد اقترنا بمعنى سياسي خاص بالوطنيين الجزائريين والوطنيات أيضا ممن أدعوا السجن وقد يعني المعتقل أيضا تجميع عدد من المناظرين في متان محروس غير السجن تلا سيتي وذائت لذائت السجون في الجزائر وفي فرنسا بهؤلاء الوطنيين الذين تتاثر عدد المعتقلين منهم والمحشورين فبلغ زهاب مليونين وقد لعبت المعتقلات دورا ثقافيا ووطنيا آيان على عرص ما أراد لها الفرنسيون حيث تانى المثقفون الوطنيون يعلمون الأميين من المعتقلين فلا يخرجون من المعتقل إلا وهم يطرعون ويرتبون وقد تانى المعتقلون الجزائريون تثيرا ما يشنون إضراب الجوع احتجاجا على سوى المعاملة أو سوى ذات من الأسباب السياسية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بايت على محمد وعلى آل محمد تمبارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد